مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في صفحة 53 فإنشتغلوا على الحصة السادسة الأبرو وتوالد النباتات الزهرية جنسيا ولاحظوا لمس تلميد زهرة بحديقة المدرسة فالتصق بيده غبار أصفر فتساءل عن دوره وأهميته لاحظوا الصورة نحلة تحمل حبوب اللقاح إذن هذه النحلة فهي تحمل حبوب اللقاح وقلنا شكون هو الجزء لكي يعطينا حبوب اللقاح قلنا هو المئبر كالقوف الفوق دياله غبار أصفر يسمى حبوب اللقاح فهذا المئبر هو واحد الجزء لاسق فاش لاسق كما قلنا في الأسدية في الأسدية يعني في الرأس ديال الأسدية هناك مئبر هو اللي كان لقوا فيه هذا اللون الصفر أو هذا الغبار الأصفر الآن انطلاقا من الصورة وانطلاقا من وضعية الانطلاق ما هو السؤال الذي يمكننا أن نطرحه سنكتب أولا أتساءل السؤال الذي يمكنه طرحه ما دور ما دور حبوب اللقاح ما دور حبوب اللقاح ما دور حبوب اللقاح في التوالد في التوالد عند النباتات الزهرية ما دور حبوب اللقاح في التوالد عند النباتات الزهرية جنسيا علامة استفاد ثم سنفترض أفترض سنفترض بأن حبوب اللقاح حبوب اللقاح أو ده الغبار الأصفر اللي قلنا اللي هو كيكون على المئبر ده حبوب اللقاح حبوب اللقاح حبوب اللقاح ضروري ضروري لنطج المبيض ضروري لنطج المبيض وتحوله تحوله إلى ثمرة ثم تسألنا ما دور حبوب ما دور حبوب اللقاح في التوالد عند النبتات الزهرية عند النبتات الزهرية جنسيا وافترد وافتردنا حبوب اللقاح ضروري لنطج المبيض وتحوله إلى ثمرة نمر الآن إلى أتحقق سنتحقق مما افترضنا لاحظوا أتحقق لاحظوا نتائج تجربة قام بها متخصصون وأعبر شفاهي ثم أملأ الجدول وأدون ما توصلت إليه في دفتر التخصي ما قام به الباحث النتيجة الاستنتاج تجربة شاهد تجربة واحد تجربة الثانية سطار ثوب خفيف يمنع حبات اللقاح من الدخول لأن هذا السطار لا يخليش حبات اللقاح من الدخول حبات اللقاح هي هذه سدات ثم مدقة لأن هذه المدقة وهذا هو السطار ما كيخليش حبوب اللقاح أنها تدخل ثم تمرة ناضجة بها بذور تمرة هذه ناضجة بها بذور ثم تجربة المولية رش حبات لقاح زهرة خزامة أخرى نرش الرش حبات لقاح زهرة خزامة أخرى بطر الأسدية البطر الأسدية نحيد الأسدية ونرش حبات اللقاح زهرة الخزامة الوحد أخرى النتيجة ثمرة ناضجة بها بذور بطر الأسدية هنا حيدنا الأسدية حيدنا هم في مرة خلينا غير المدقة فقط لما كان لحظة عدم نضج الثمرة وغياب البذور إذن ثمرة لم تنضج كذلك البذور ما كينينش في الثمرة الاستنتاج في التجربة اللولة كين المدقة وكين الأسدية يعني أن في الحالة اللولة هناك إخصاب يعني هناك أسدية وهناك مدقة يعني الأعضاء الجنسية الذكرية والأنتوية كينين في الحالة الثانية حيدنا الأسدية ولكن جبنا أسدية أخرى من زهرة أخرى فكذلك حصلنا على الثمرة وبها بذور أما في الحالة الثالثة حيدنا الأسدية يعني بقد فقط المدقة الجزء الأنتوي لكن عدم نطج الثمرة ومحصلناش على الثمرة وغياب البذور إذن في التجريبة الشاهد فعندما تسقط عندما تسقط عندما تسقط حبوب اللقاح حبوب اللقاح على المدقة عندما تسقط حبوب اللقاح على المدقة شنو كيقع يتحول المبيض إلى ثمرة المبيض المبيض إلى ثمرة في التجريبة الثانية رغم أنه تم قطع أو تم بطر أسدية هذه الزهرة إلا أنه تم رشها بأسدية أخرى يعني تم رشها بحبوب لقاح أخرى فبالتالي تم رناضجة وبها بذور ثم بعد رش بعد رش بعد رش المبيض بحبوب اللقاح تحول إلى ثمرة بعد رش نه بحبوب اللقاح تحول ثم في التجريبة الثانية بطر الأسدية بمعنى حبوب اللقاح ما كينش فبتالي المبيض لن يتطور ولن يتحول إلى ثمرة لن غياب غياب مدى حبوب اللقاح أو أولا في غياب حبوب اللقاح في غياب لقاح لقاح يتحول المبيض المبيض إلى ثمرة لا يتحول بحبوب حيوانات منوية لأننا قلنا الأسدية هي الجزء الذكري تحتوي على حيوانات منوية تدخل إلى المبيض عبر الجزء العلوي للمدقة تدخل المبيض عبر الجزء العلوي للمدقة لماذا لتخصيبها وتتحد مع البيضات التي يتضمنها المبيض أو البيضات التي يتضمنها المبيض فتعطي جنين البذرة فيتحول المبيض لثمرة بداخلها بذور ذلك تفسير سنكتب تحول أو حبوب اللقاح حبوب اللقاح تدخل تدخل إلى المبيض فيتحول فيتحول لثمرة بداخلها 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 لثمرة بداخلها بذور هذا هو الدور الحبوب اللقاح أستخلص أدون استنتاجاتي في دفتر التقصي أستخلص حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة اتحاد البويضة بحبة اللقاح يسمى إخصابا وهو الذي يضمن نضج البذرة نقل حبات اللقاح من المئبر إلى المدقة يوصف بالأبر إذن هذه العملية تسمى عملية الأبر الذي يتم بواسطة الحشرات والرياح عموما إذن هذه العملية التي هي عملية الأبر أي نقل حبات اللقاح أو حبوب اللقاح من المئبر إلى المدقة يتم بواسطة الحشرات والرياح عموما أطبق جابلك أتمم الجملة بما يلاقي عملية رش النخلة بحبوب اللقاح تسمى ماذا؟ تسمى أبرا الأبر أبرا نقلنا الأبر هي عملية نقل حبوب اللقاح من المئبر إلى المدقة ثم أستخرج الخلاصة التي أبرزتها تجربة الوثيقة واحد أعلى إذن خلاصة التجربة نطجو الثمرة والبذور يتطلب توفر حبات اللقاح والتقائها بالمضيض ليتم الإخصاب ثم نكتب نطجو الثمرة والبذور يتطلب يتطلب توفر حبات اللقاح اللقاح والتقائها بالمبيض ليتم الإخصاب نطجو الثمرة اللقاح نقل حبوب اللقاح ديال الأسدية ديال واحد الزهرة إلى المدقة اللي هي الجزء الأنتوي ديال زهرة أخرى عن طريق النحلة تسمى بالإخصاب جو كوش لا كاز كوغيكت وش هاتشي صحيح أو لا غالب يعني وش النحلة كتنقل حبوب اللقاح من زهرة الأخرى فشنو قلنا في المول خاص قلنا بأن اتحاد البيضة بحبة اللقاح واللي كيتسمى إخصاب أما النقل من من زهرة الأخرى نقل حبوب اللقاح من زهرة الأخرى فشنو كيتسمى كيتسمى أبرون بولينيزاسيون إذن هاد العبارة هادي فهي غالطة لنك فوق علاش سي لا بولينيزاسيون هادي كيتسمى أبرون نقلو سي لا بولينيزاسيون بولينيزاسيون العملية كيتسمى عملية تلقوا في صفحة 54 كما أذكركم بأنه بيمكنكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بنرجع إلى البلايليست إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر